صباحوا ما الذي حدث يوم الثلاث؟ لا 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 بعد ذلك كهذا احنا بنتكلم هنا في الكرة حضرتك في المانيا اللعبة الجديدة كلها سجلت اذا كان هالند مع دورتموند او بيون تاك مع هارتا برلين او داني اولمو مع لايبزيك ودورتموند وليبزيك اللي اتنين خرجوا من الكاس لا بس انا قصدي هنا مش اللي حصل يوم الثلاث في المانيا خالص يبقى انا شاي ليبرفول اللي كسبه شروزبري 1-0 في الانفيند علشان يصعدوا للدور اللي بعده في الاف اي كوفوي قبله تشيلسي في ستانفورد ريج لا برضو مش انجلترا لا اسبانيا هيا اسبانيا حامل لقب الكوبا دي الرئي فالانسيا خرجوا من الكوبا على يد الثالث افضل هدف في تاريخهم روبيرتو سولدادو اللي صعد بغير ناطا لنصف نهاية الكاس للمرة الاولى من 51 سنة هي دي قوية ولكن كل الاضواق يوم الثلاث كانت مسلطة على البرصة وكالعادة الموسم ده لكل الاسباب الغلط بصراحة بانها فترة كبيرة قوي ما سمعناش هذا الكم من الاخبار السلبية على برشلونة في موسم واحد لسه اصلا مخلصش يوم الثلاث بدأ بصدمة اولى نزلت على دماغ كل برشلوني باصابة جديدة لدمبيلي وهو اصلا مصاب يعني الراجل هو اصلا لسه مرجعش في ام تصاب وهو راجع بالاصابة واحتمل يغيب لحد نهاية الموسم اه المصيبة دي بحجمها كله بعد الفشل في جلب اي لعب في يناير مكانتش المصيبة الاكبر لان كل الاضواق كانت مسلطة على الخناعة اللي حصلت ما بين ايريك ابيدال ومسي فما لغير مقدمات كتير انت لاما سبسكرايب وشراك في خناة على يوتيوب شغل جرس التنبيهات اعمل لايك للفيديو ده عايزين نوووصلنو لخمسين الف لايك وتعالا بينا على بينا؟ تعالا معي عشان نتكلم اكتر شوية في النقطة دي من اكتر من وجهة نظر ونتكلم عن ادارة بشكل عام فيالله بينا نخش في التفاصيل ثانية 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 لحظة واحدة ايوة تي شرت اتغيرت عيوة وبالسهب ده عشان اعلن ان شاء الله يوم السبت تمانية فبرا غير ما بين الساعة الخامسة والساعة دي سامسان هكون في كايرو فاستفل سيتي في ايفنت مخصوص مع اديدس حدث ان شاء الله هيكون جامد وطبعا هيكون على حداء البرانتر الجديد اللي احنا ماندمش سيرة غيره هي ان ياخر كامي يوم الحدث مفتوح لكل الناس في ريت تيجو علشان نتقابل نسأل بعض اسئلة نتصور هيكون في فعليات وهيكون في جواز وجيفاواز كمان كل التفاصيل هتلاقي على حسابي على انستجرام تابعني من عليه وشايك الستوريز في اليومين اللي جايين هتعرف كل حاجة بالموعيف بكل التفاصيل ودلوقتي بقى كش بالانترو علشان نكمل الحلقة موسيقى موسيقى اللي بدأ الحوار كله ان ايريك ابيدال كان بيتكلم في مؤتمر صحفي وبدأ يجيب في سيرة فالفيردي حتى بعد ما مشي الراجل هو اقص المصائب مبدأين قال ان القراري قالت فالفيردي اتاخد بعد الكلاسيكو بالرغم من تنفيذه وبعد السوبر وانه كده كده كان هيمشي حتى لو كان يخذ السوبر طبعا دي ممكن تكون الحقيقة ولكن رد فعل ادارة برشلونة بعد ما فالفيردي مشي في التعامل مع كومان او اللي حصل مع جافي في قطر والاخبار اللي كانت في كل حتة العالم كله كان عارف ان برشلونة بيدورو على مدرب ادانى احساس ان القرار ده صعب شوي يكون منتاخد باله اسابيع لان ساعتها كان زمانك بتستغل الفتر دي كلها في تجهيز بديل واول ما تعلن عن الاقالات تعلن عن البديل بس بشكل عام محدش ركز في النقطة دي قوي في كلام ايريك ابيدال لان النقطة الاكبر كان الكلام اللي قاله عن اللعيب وهو بكسار شديد قوي ان فيه لعيبة ما كانتش مبسوطة او مش بطلق كل عندها او بشكل عام كان فيه تخاذل للعيبة مع فالفيردي وان هو كلاعب سابق شم ريحة الموضوع ده في غرفة الملقس وبعد الكلمتين دول جت ساعقة على شكل صورة في حساب انستجرام ميسي هو منزلها بيرد فيها على ابيدال فوقعها هي ممكن تبقى الاولى من نقوحها بالشكل ده مع ميسي اللي اصلا كلامه قليل بس هنرجع لنقطة دي بعدين وميسي من الاخر كده قال ان كل واحد لازم يشوف شغله وبالتالي مدير الكورة يعني لازم يشوف شغله ولما يجيب سيرة لعيبة هيريتي بيقولهم بالاسم علشان هو كده بيوسخنا كلنا بيلطق اسام اللعيبة كلها فرد ميسي كان قاسي وكان واضح وصريح وبيعكس حيات كتير من اهمهم ان ميسي حاليا تحت ضغط كبير ومش مبسوط ومش مبسوط بقاله فترة وطبعا الاسباب لعدم ساعدة ميسي على الاقل في الفترة الاخيرة واضحة وضوح الشرس اولا في الصيف اللي فات الراجل قال بوضوح ان هو عايز نيمار يرجع تاني للبارسا وبعد فشل ادارة في دار طلع وقال هل يطرحنا عملنا كل اللي علينا والادارة في الاخر جابت له جريزمان ومن بعدها اعلن كذا مرة انه بيدعم فالفيردي وعايزه يفضل هو والعتاولة بتوع الفرة اذا كان بوسكتس او بيكي وبعد الهزيمة في السوبر طلع وسند الراجل تاني علشان بعدها بساعات بس تتم اخلطه ضيف على دوت ضغط اللي بيحصل في دور الابطال سنة بعد الثانية بعد الثالثة بعد الرابعة هتلاقي ان اول ما يطلع واحد من الادارة ويتهم اللعيبة اتهام واضح وصريح انه اكيد الراجل هينفجر ويطلع يتكلم ويأكد دفاعه عن اللعيبة ويأكد موقفه وللأسف صعب قوي ان ابي دال يحور الكلام بعد كده وقال ان هو مكانش يقصد به ميسي لان كلنا عارفين ان دور ميسي في برشلونة مش مجرد دور لاعب ولا نجم لا دوره اكبر مكاب كتير وده كان بيسبب في ضغط زيادة على ميسي لان في اصابع اتهام زيادة بتتوجه عليه لما البرصة بتقع في اخطاء المسئولة عنها المفروض تبقى الادارة وعلشان اشرح لك قصدي بوضوح لو افترضنا ان ادارة برشلونة قررت انها تخلي فالفيردي في مكانه علشان خاطر تردي ميسي لو بعدها فالفيردي فشل بالرغم ان هم عاملوا كده علشان خاطر ميسي المسئولية هنا ما بتنتقلش الى ميسي مسئولية الفشل والنجاح بترجع للادارة اللي انده شغلوها وهي دي النقطة اللي ميسي حط تحتها كذا خط في الرسالة اللي بعتها لانستجرام لازم كل واحد مسئول يتحمل عواقب قراراته في المسئولية بتاعتها وهي دي النقطة اللي انا اتكلمنا عليها قبل كده قبل ما فالفيردي يمشي ازاي اتعامل مع ميسي وارضيه وخليه مبسوط وفي نفس الوقت اعمل اللي انا شايفه في وجهة نظري كادارة المفيد للفرقة بالذات لو فيه تضارف الافكار ما بين الاثنين الموضوع طبعا مش سهل ومحتاج صياعة وذكاء واسلوب تعامل حلو مش موجود خلص عند بارتوميل واكيد لما يطلع موديل الكورة اللي هو اصلا اريك ابيدال اللي عنده علاقة بميسي بقى لهم 13 سنة ستة منهم كانوا بيلعبوا مع بعض وميسي يا ما تكلم حلو قوي عن ابيدال قبل كده ان ابيدال كلاعب مثل اعلى للعيبة كتير قوي زي اتصرفوا ويتعاملوا داخل غرف الملابس للنادي فده اكيد بيعكس كم الضغط اللي على ابيدال هو كمان لاني بصراحة مش قادر اتخيل ان الكلام اللي تقال ده مترتب ما بين ابيدال وما بين بارتوميل وهما الاثنين من تبقين ان هما يعلنوا الحرب على ميسي والكلام ده كله اولا لان نظرية المؤامرة دي صعبة قوي تركب على شخصية ابيدال وثانيا لان واضح قوي ان محدش يقدر يدخل في حرب مع ميسي في برشونا اصلا حتى لو كان بارتوميل ذات نفسه بالذات بقى لما بيعامل كل الكويرس دي فاخر كم سنة من فشل تحقيق دوري ابطال لخروج مهين سنتين وراء بعض لهروب نيمار نجل مبالغ الهائلة اللي اتدفعت في كوتينيو وفدنبيلي للتخلي عن مواقعها تطلعها من لمسية الجمهور كان عايز يشوفها على قل بتاخد فرصة قبل ما تمشي وطبعا لو طعمقنا اكتر في سبب كم المشاكل الكبيرة قوي حوالين البرصة حاليا فهو من ناحية فشل الادارة ومن ناحية تانية اللي بيزود الضغط هو عشرين واحد وعشرين لان عشرين واحد وعشرين هي السنة اللي هينتهي فيها عقد ميسي مع البرصة اللي لسه متجددش لغاية دلوقت مع العلم ان صحيفة The Guardian الانجليزية بتقول ان فيه بند في العقد ده بيسمح لمسي في الصف الحالي عشرين عشرين انه يمشي من النادي وبالاشة بند كان موجود قبل كده في عقد جافي وفي عقد كارلوس فيول ما بيتفعلش واللعيبة بتعملش منه حاجة فبالتالي كان موجود في عقد ميسي برضه عشان يبقى ليه صوت بالذات وان انتخابات برشونا بتيجي من انتخابات الاعضاء نفسهم وعلشان نبدأ ان احنا نتعمق اكتر في قصة بارتوميو لازم نرجع ورا شوية بقى للبداية اللي كانت مع اخواننا بورتا الايقونة الكاتالونية اللي لما وصل البرصة جاب معاه رايكرد كمدرب ووعد الجماهير بباكام ولما فشل فينه يجيبه راح جاب رونالدينيو علشان يسحر الكامتنو لابورتا العاشق ليوهان كروي في درجة نوع عينه كمستشار للرئيس بشكل غير رسمي ولكن كان ليه تأثير كبير قوي على اللي بيحصل في الكامتنو ومن اهم العوامل اللي اثرت على تاريخ البرصة الحديث كان اقناع لابورتا في انه يتخلى عن قرار تعيين جوزي مورينيو اللي كان على بعض خطوات من بارشلونا في خلافة رايكرد وقال له لازم تجيب باب جوارديولا وتصعده وهو اللي يمسك الفريق الاول علشان يصبح القرار دوت واحد من اهم القرارات في تاريخ البرصة وفي تاريخ الكورة لان جوارديولا غير شكل كرة القدم العصري والفكرة بقى ان من ضمن فريق عمل لابورتا كان روسيل وبرتميو الرئيسين اللي جنب بعد كده بعد روسيل جي الاول وكمل عهد باب جوارديولا لحد 2012 وبعدها راحل باب وبدأت شوية مشاكل بس مش في الكورة في يناير 2014 قرر روسيل ان هو يتخلى عن منصبه كرئيس للبرصة بعد ما تم اتهامه من المحكمة في اضايا بقى لها داعوا بالتهرب من الدرايب وحاجات لها داعوا بالمال والفلوس طبعا كلها كانت في صفقة انتقال نيمار من سانتوس للبرصة فكان من الطبيعي ان مع رحيل روسيل يبدأ يجي دراعه اللي مين اللي هو كان مجهزه للمنصب ده بارتو مايو واحدة واحدة من ساعتها لحد النهاردة بدأ البرصة يضايب تحس كده ان النتائج الإيجابية والعقاب كانت بتغطي على حاجات تانية سلبية جزء كبير من جمهور البرصة ما كانش راضي عنها اولها طبعا كان قرار رفده لحادث المربى الاستوري ومدير الكورة ساعتها زوليزارة وبعدها كارلوس فيول استقال من منصبه وبعد كده بدأت انتخابات جديدة نزل فيها بارتو مايو اصاد لابورتا وبدأت عداوة جديدة وشعار لابورتا الاول كان لازم نرجع البرصة تاني زي زمان لانه بيفقد هويت لابورتا كمان محامي ولبق وكاريزما وبيعرف يتكلم كويس قوي قال في حملته الانتخابية انه هيرجع شعار اليونيسيف مرة تانية على قمصان البرصة وهيرجع يعتمد مرة تانية على لمسه علشان يصنع حمود فقري حواليها للفريه الاول وشعارات ان كفاية كده قوي على رجال المال والاعمال روسيل وبرتميو اللي اسميهم ملطخة بالمحاكم والاضايا والسرق ولكن ساعتها من ناحية الناس كانت فاكرة ان لابورتا بعد ما مشي النادي كان عليه ديون كبيرة والاهم بقى ان ساعة الانتخابات في 2015 ده كان عصر الاميسان والثلاثية وبرتشلونة كانوا مقطعين الدنيا وبالرغم من ان لابورتا فريه كان معه واحد من الشخصيات المحبوبة اوي في البارسة وهو ايريك ابيدال ايو ابيدال كان اصلا مع لابورتا وبعدين قرر في 2018 ان هو يبقى المدير الرياضي مع عدوه الا دود بارتميو قرار بصراحة بالرغم من اني بحب وبحترم اوي ايريك ابيدال لاني مفهمتش هو اخده لي لان كان واضح اوي ان الادارة ساعتها كانت بتقع وقراراتها كلها سيئة وكانوا عايزين يجبوه كاسم يكسبو بيه تعاطف الجماهير واي مشكلة هتحصل هو اللي هشربها كارتو هيتحلق ولما بص على لي بيحصل دلوقتي تكتشف انه غانبا كده المهم ان في الاخر بارتميو كسب الانتخابات ب54% ولابورتا خد 30% من الأصوات بس ولكن شتان الفارق بقى ما بين حالل بارسا و بارتميو في انتخابات 2015 وانتخابات 2021 او 2020 لو اتبتضرت وتحامل تصفيك جاي فعلا فمع الكامل احترامي لجميع الاراء من ناحية اليونيل ميسي كان لازم في ظل كل الدغوطات اللي محطوطة عليه انه يطلع ويرد في العلن ودي حاجة ما كانش بيعملها زمان بس مؤخرا وبذات السنة دي بيعملها كتير دغوطات في البارسا ان هو اللي ماشي النادي وهو صاحب القرار الاول والاخير ودغوطات كانت حتى في الارجنتين من اصوات على حجم مارادونا اللي كان بيقول انه ما عندوش شخصية قيادية وما ينفعش يبقى مثل اعلى وما عندوش المواصفات نوي يكون قائد للفرقة داخل غورة في الملابس وفي الملعب تحيس ان كل ده عمل وزن على ميسي فبدأ ان هو بدل ما يسكوت وياخده كل الجوه يطلعوا في العلن وفي مؤتمرات صحفية السنة دي ميسي بعد كوبا امريكا طلع وقالك ان ببرازيل كسبتنا وخلت البطولة عشان الحكام كانت معاهم وبغض نظر من صحة الكلام ده او عدمه او اتفاقك معايا او لا بس من كم سنة فاتت مكانش ميسي هيطلع ويتكلم بوضوح صريح كده في التهمات مباشرة وحتى السنة دي مع بارشلونا بقى فيه كلام تقيل بيتقال من ميسي للاعلام وفي الاخر راح كتب اللي هو كتبه على انستجرام في رض واضح وصريح هو الاول من نوعه على ابيدال بس معلش استنى معايا ثانية كده وتعلم بص بقى للموضوع من وجهة نظر اريك ابيدال النحات تانية هل الكلام اللي الراجل قاله غلط؟ اعتقد ان صوت ابيدال كان بيعكس صوت اغلب مشجعي بارشلونا الحقيقي الجماهير دي عارفة ان كلامه صح لان فعلا كان فيه لعيبة بتتخذل مع فالفيردي وعايزها يفضل عشان هو مريحهم وفيه لعيبة تانية كتب عايزها يمشي لانهم مش مرتاحين معها وبعدين زي ما دايما بنحط اصاب الاتهام على ادارة البرصة في قرارات كتير قوي ومعانا حقف ده على رأسهم الانتقالات دنبيلي كصفقة الناس كلي عكت مبسوطة بيه محدش كان ممكن يتخيل ان هو هتصاب كتير كده وكل جماهير البرصة كانت بتطالب بكوتينيو برضو محدش توقع انه لما يجي هيفشل كده عشان كده كنت بركز ان دايما اعتراضي الكبير مش في الاسامي اللي جت ولكن في القيمة المالية المرعبة اللي اتدفعت فيهم تقريبا كل واحد جيه بضعف تمن ولكن في الواقع فالتنين جم في عصر ما قبل ابيدال اصلا من ساعة ما ابيدال وصل جمالكم ومشي بعد سنة تقريبا من نفس الساعة بس في لعيبة مهمة قوي جت زي فيدال زي ارتور اللي قلب نص ملعب البرصة والناس كلها حبيته من اول ثانية والصف اللي فات ابيدال حقق حلم ورغبة كل مشجع برشلوني وراح جاب ديونج من ايكس واعتقد لو كنت عملت تصويت وممكن فهنا كنت عملته على تويتر بس حتى عالميا لجمهور البرصة هل كنت تفضل ان نيمار يرجع الصف اللي فات ولا تشتري جريزمان اعتقادي الشخصي ويا ريت كل بلاو جراني يصلح لي لو كنت غلطان ان الاختيار كان هيروح لجريزمان لان اغلب الجماهير ما غفرتش لنيمار اللي هو عمله والطريقة اللي مشي بيها حتى لو كان ميسي عايزه بالقسم وبالتالي زي ما ما ينفعش الواحد يقعد يحط كل اصابة الاتهام على ميسي ففي نفس الوقت ما ينفعش تحط كل اصابة الاتهام على ايريك ابيدال لانه فعلا اقرب واحد للجماهير من الادارة الفشلة دي وده ما يمنعش ان الغلطة الوحيدة اللي هم اللي اتنين وقعوا فيها انهم طلعوا وقالوا الكلام ده في العلن مش خلف الابواب المغلقة لان منتهى السهولة كلنا ستتكلم والصحافة هتنهش وتاكل فيهم وبالذات بقى اعلان ريال مدريد اكيد هيقعد يامل حفلة حق وطبعا لان اعلان برشونك نهيامل نفس الحاجة لو الماضي دي بتحصل في الريال فطبيعي ان غريمك يبقى قاعد لك على الواحدة ومستنيه واعتقد ان الميزة الوحيدة للمشكلة اللي حصل دي كلها انها بتزود الضغط اكتر على قص المصايب بقى كلها ورأس المشكلة برتمية ودلوقت بقى فيه كلام ان هو ممكن ما يكملش ويمش السف الجاي وبصراحة بعد كل اللي حصل ما اعتقدش نهائيا ان هتتم يقالة ايريك ابيدال لان ده بيعكس الصورة اللي ميسي نفسه بيحاول يبعدها عنه ان هو اللي مسيطر عن النادي وبكلمة منه مدير الرياضة يروح فخلونا نشوف ممكن التمرين الجاي نبدأ نلاقي ان الاثنين هوا فيه مع بعضه بيسلموا على بعضه بيتحكوا بتاع حتى لو كانت مصرحية بس عشان الكاميرات ولكن هتهدي الرأي العام بشكل جديد وفي وسط بقى كل الكوارث دي الراجل الوحيد اللي صعبانا عليها بصراحة هو كيكي سيتيان الراجل لسه جاي جديد واول مرة يدرب فرقة تقيلة وعايش حلم حياته اللي مكانش متخيل وممكن يتحقق عشان يوصل للاقي سوارس برا لحد نهاية الموسم وهو بديله اللي مفرد يجي في يناير مجاش ودمبيلي اللي قالك خلاص يعملها بقى إيجابي وده صفاقتي الجديدة اتصاب تاني وبعد كل دوت ميسي وابيدالي تقشف بقى وفي النهاية ده كالرأي انا والاهم رأيك انت فعلت سيبهلنا في الكومنت تحت الفيديو دوت في رأيك مين الغلطان هل في حد غلطان هل تحط اللوم على ابيدال ولا على ميسي ولا على الرئيس ولا في رأيك ايه الحد وكالعادة قبل ما تأخذ الفيديو ولا تشتركوا في القناة وشتركوا في القناة وشتركوا في البيانات عشو صلوك اولا لنوازل الحلقة جديدة لايك علي يوتيوب شارع على فيسبوك تويتر على تويتر لا عد سترق حيات الفترة تظهر جمي هنا وكالعادة اكمار معكم عمر السلح واشوفكم في الحلقة الجاية سلام